مجلس بلدي الجنوبية مجلسة عددا من المواضيع الخاصة بعملية تطوير منطقة جاري الشيخ وفق خطة تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تضمن التطوير البنية التحتية وتعديل عدد من الشوارع والطرقات بما يحقق رضا قاتلها وسيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة كما استعرض الأعضاء استعدادات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار لفتين إلى وجود ما يقارب المئة سهريج وتطرقوا أيضا في جرستهم إلى برنامج عمل اللجنة المختصة بالمشاريع الإسكانية وبدورها في توعية أصحاب الوحدات السكنية بالأساليب الصحيحة والسليمة وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل التعريفية وذلك في حال رغبتهم بإجراء بعض التعديلات على وحداتهم السكنية والابتعاد عن المخالفات قدر الإمكان تكلمنا في المجلس عن منطقة جيري الشيخ مجمع 926 كانوا الأخوان مشكورين في الموافقة على إعادة طرح المشروع اللاجل الميزانية وإن شاء الله نحن نتوافق هالمرة مع وزارة الأشغال وتوافق لنا ويكون من ضمن ميزانية 2017-2018 طبعاً هذه المشروع صار له من المجالس السابقة كانوا من ضمن أولوياتهم من سنة 2006 فنحن نتمنى أن نتم طرحة طبعاً هذه المشروع بعد من الفترة السابقة 2015 ونتمنى من بعد ما حصلنا الموافقة على الخدمات وتم التصميم كامل أمية بالأمية نتمنى من وزارة الأشغال أنها تتجاوب معانا لجل أنه يوضع على أولويات هذه السنة الميزانية الجديدة نحن نتمنى إن شاء الله من وزارة الأشغال لجل هذه المنطقة تحتاج تطوير من شوارع من إنارة من أرصفة جانبية ومن لهوة تصريف مياه الأمطار صار اجتماع مع لجنة الأمطار برأسة أحمد الخياط وجميع الموجودين كانوا لهم خاصية بالأمطار وطلبنا منهم تكثيف الصهاريج المنطقة الجنوبية اللي كبرها وكثرة المشاكل في الأمطار والوزارة بتوفر مئة اللي هو صهاريج ومتزاعدة هي المضخات وزاعدة تعاون وزارة الداخلية معانا بتمثلة اللي هي في الدفاع المدني ومن شاء الله بنخلي اللي هو أرقام تواصل حق اللي هو البلديات كذلك جميع الأعظام يكونون متواجدين على مدار الساعة حق الأمطار وتلقي شكاوي الناس تم عقد اجتماع في اللجنة القانونية مع ممثلين من وزارة الإسكان ودرسنا موضوع المخالفات البناء على المشاريع الإسكانية وتم الاتفاق على تنظيم ورش عمل تجمع جميع الأطراف منها وزارة الإسكان ووزارة البلديات وكذلك مجموعة من الأهالي لوضع آلية موحدة حول هذه المخالفات والطريقة المثلة للتخفيف من هذه الظاهرة وإن شاء الله راح تكون الورش تبدأ إن شاء الله مع بداية الشهر القادم إن شاء الله وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجلس الولدي بالمنطقة الجنوبية وعلى الله إن شاء الله يعني تخفف هذه الظاهرة والتعاون مطلوب وشراكة المجتمعية مطلوبة بين جميع الأطراف